موسيقى 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 الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينت شموجز إخباري يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أطيب تمنياته لشقيقي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أرصى قواعدها وبدأها السلطان الراح القابوس والنجاح في تحقيق رؤية عمان 2040 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان وقد أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان مؤكدا حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها من جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية مشيرا إلى سعي بلاده للاستفادة من تجربة مصر التنموية الرائدة والملهمة التي تحققت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية الصين وان جي حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على الاستفادة من التجربة الصينية من جانبه أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين لاهتمامها بالتواصل لحل تلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف كما أكد المسؤول الصيني حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر مشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس السيسي ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العالمين مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وان جي تم تم خلال اللقاء توقيع اتفاق لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة لوزيري خارجية مصر والصين ومشاهدة الفيلم القصير الخاص بالإنتاج المشترك للقاح ساينوفاك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء لأبراج مارين العالمين والمنطقة الشاطئية الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن واتفقد رئيس الوزراء الطابق الأخير رقم 44 في أحد الأبراج الشاطئية ضمن ثمانية عشر برجا سكانيا يتم تنفيذها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأطحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية وتشمل الخطة الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة بجميع المحافظات يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحضائق والطرق السريعة بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفية الوزارة بالإضافة إلى نعقاد غرفة الأزمات والتوارئ على مدار الساعة كما سيتم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية المختلفة خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منه لقضاء يوم التروية وذلك استعداد للوقوف بعرفات غدا الاثنين لقضاء ركن الحج الأعظم وكان حجاج بيت الله قد وصلوا إلى مكة المكرمة صباح أمس عبر مراكز الاستقبال حيث تأكدت الجهات الرسمية من سلامة تصريح الحج من خلال مراكز التجمع قبل أن يستقل الحجاج حافلات إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ترجمة نانسي قنقر كل عام أنتم بخير نهاية الموجز شكرا لتي بمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر